مجازة السبع مساء من اللايف اهلا بكم نبدأ من العاصمة التركية انقرة حيث تام كمال كاليكدار اغلو زعيم حزب الشعم الجمهوري المعارض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالسعي الى اقرار نظام الرجل الواحد وقال كمال كاليكدار اغلو ان التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها اليوم الاحد سوف تيعل تركيا في خطر وفي سياق المتصل سعى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى الاستعانة بعناصر تنظيم الاخوان الارهابي الموجودين على اراضيه في الترويج لتعديلات الدستورية الهادفة لفرض هيمنتها على مقاليد الامور في تركيا من خلال الالقاء خطب الجمعة بالمخالفة للقوانين التركية التي تحضر اعتلاع اي اجنبي اي منبر وقال التقارير صحفية ان النظام التركي استعانى بالاخواني محمد الصغير في القيام بعدة جوالات في محافظات جنوب شرق تركيا لحث المواطنين للتصويت بالموافقة على تلك التعديلات كان الناحبون الاتراك قد توجهوا الى صناديق الاقتراع من اجل الادلاء باصوات في استفتاء قد يمنح الرئيس رجب طيب اردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لاكبر تغيير في نظام السياسي لتركيا في تاريخي الحديث يذكر ان استطلاعات الرأي اظهرت تقدما بفارق طفيف للمعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية التي من شأنها ان يحل نظام رئاسي قوي محل الديمقراطية البرلمانية ربما يشهد بقاء اردوغان في السلطة حتى عام 2029 على الاقل وفي مدينة رامالله بالضفط الغربية المحتلة قال مسئولون فلسطينيون ان مئات المعتقلين الفلسطينية في السجون الاسرائيلية سيبدأون غدا لاثنين ادرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم ويقود الادراب الذي يشارك فيه معتقلون من مختلف التنظيمات الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي الذي صدرت ضده خمسة احكام بالسجن المؤبد امضى منها في السجن حتى الان 15 عاما ختم الموجة شكرا لكم